أبدو إياك من منتخب ناشئين بصراحة غصة بداخلي يعني جتني معلومات تغيير اليوم أستاذ سامي أنا لو أنطيك منتخب وأقول لك روح جيب لي نجاز تزور ما تزور معلي لو أقول لك ابني لي جيل شنو الجاي يصير لا أستحنا شوف هاي المرحلة القديمة خلننساها انتهى موضوع خلص إي خلصها أمام مرحلة جديدة أنا أقول لك يحتاج منهجية عمل جديد خصوصا مع المراحل السنية والأعمار السنية والمتخبات الأخوة الموجودين المدربين كلهم بدأ يسعون بجهود استثنائية يعني كل الأمور بصراحة ما متوفرة لهم يعني الأرضية السليمة حتى يشتغلون بشكل صحيح فيحتاج منهجية عمل جديدة بصراحة حتى نقدر هاي الأجيال نطورها بالشكل الصحيح ومراحل كل مرحلة لخصاص تدريبية معينة حتى من مرحلة إلى مرحلة يتم ترحيل هؤلاء بشكل علمي صحيح المنهجية ذات قل لي شنين المنهجية أقول لك يجب أن يكون هناك مدراء فنين بوجود هؤلاء المدربين يعني المدربين موجودين بس أكون مدراء فنين على مستوى وفق برامج تدريب موحدة البرامج التدريب حتى يصير نضوج مرحلة إلى مرحلة يكون نضوج لللاعبين وكل مرحلة إلى خصاص تدريبية مهم يجب أن يأخذها اللاعب حتى يتدرج بالعمل ويكون لاعب متأسس بالشكل الصحيح مثل ما تكلمت المدربين الأخوان يعني معانات كبيرة ونعرف قريب يعني عليهم الولد كلهم يعني أصدقائي فكل ما أشوفهم بعض الحال يعني حتى الملعب أنا كان عدي تدريبات في فترة من الفترات يعني أربع فراء خمس فراء تدرب على ملعب يعني فريقة تريد الدربة والجهزة يجب أن يكون عده ملعب خاص بي مثلا تدريباته يريد يسوي تدريبات على فترتين على فترة مهمة وعدها ملعب هاي كانت بالسابق ما موجودة وعانا ومنعدة معاناة كبيرة فيجب الصبر كثير يعني يحتاجين عمل شاق وعمل صحيح وصبر على هؤلاء اللاعبين وعلى حتى يعني الإخوان المدربين يسعون بشكل كبير يحتاجين مدعم ورعاية ومثل ما قلت لك يحتاجين منهجية جديدة بالعمل تمام نحتاج صبر لو نحتاج نهتم بهذه الفئة اهتمام طبعا لازم اهتمام زين كل جوان اليوم الاهتمام شنو معنى الاهتمام أستاذ سامي مو إحنا ذا ريد نطور بشكل صحيح حال حال الدول يعني لازم نصير حال نحال الدول حتى نقدر يعني نقدر نجاريهم الدول اللي أقول لك حال نحالهم الدول القريبة علينا اللي في السابق كنا احنا منتقدمين عليهم يعني سابقيهم اليوم هم بدوا يعني يسبقونه وصعب وإحنا بدينا نجاريهم إذا ريد نعمل بالوفق يعني ربع اللي يعملوا أو نص اللي يعملوا لأنهم سبقونها بمسافات طويلة مو فقط تذريب اللاعب يحتاج بالأعمار السنية مو فقط تذريب كثير يحتاج عوامل النجاة يحتاج مثلا يحتاج تعليم ويحتاج التغذية الصحيحة ويحتاج التذريب يعني على شكل أكاديميات تتبنى هذا اللاعب من عمر صغير 6 سنوات إلى يوصل الـ 18 سنة مثل ما قلتك يمر بها المراحل التذريبية والتأسيس واليوم دخل جانب مهم يجب أن يكون يتصف بلاعب كرة قدم بالذكاء يكون ذكي شون يصير ذكي يجب أن تتنمي هالقدرات عنده من هو صغير إلى توصله لـ 18 سنة من مرحلة إلى مرحلة هو نضوج تذريبي تذريبات علمية صحيحة حتى جانب العلم والتغذية تكون مواقبة هاي الشغلات حتى يوصل لك لاعب بشكل بعد 18 سنة ومرحلة الاحتراف يعني يكون واصل لمرحلة الاحتراف هو مكتمل ومتأسس بالشكل الصحيح يقدر يعمل المتخب الوطني هو متأسس بشكل علمي صحيح هاي ما عدنا حتى تكون واضح وياك ويحتاج إلى فترة طويلة حتى نقدر نسويها زيان هذول اللاعب بس يراديني إرادة أمين نجيبهم؟ شوف الإعراق زاخر وولاد بالمواهب أنا معاك لكن غياب دور الفئات العمري اي هاي شوف هاي وحدة مرتبطة هذا موضوع آخر أثر؟ طبعا شوف هذا موضوع آخر هذا اللاعب أنت أتكلم لك لسم المتخبات من أين تجيب اللاعبين؟ من الأندية هذا تتكلم لك ببداية المراحل والأكاديميات هاي يجب أن تكون موجودة بالأندية تنفرض فرض على الأندية يعني كل نادي لازم عنده مراحل سنية جباري امتحاد يعمم على كل الأندية تلعب الدور الممتاز بالدرجة الأولى عنده لاعبين براعم عنده لاعبين أمل يسموهم وعدين أشبال ناشئين شباب هاي فئات وكل فئة عليها مدرب هو اختصاصه هذا العمل وعليهم مشراف من قبل مدير فن مو صعب العملية بسرادة لإرادة ورادة شغل حقيقي وتتوفر أيضا بالأندية ملاعب للتدريب لهؤلاء اللاعبين حتى نقدر نصير من الفرق المتقدمة على مستوى القارة الأسوية تقول لي أكون مواهب أقول لك أكون مواهب عشرات مئات آلاف المواهب بالعراق موجودين ذو الزغار بسرادهم تنمية حقيقة وتدريب صحيح من خلال الأندية حتى المدرب المنتخب من يصير دوري للأشبال أو دوري للناشئين أو دوري للشباب هو قاعد يتفرج على المباراة ويختار اللاعبين ببببط